بسم الأب والابن والروح القدس والإله الواحد أمين ببساطة لقينا ربنا عاوزنا يدخلنا السماء كلنا من ناحية ربنا عاوز كل الناس تدخل السماء بس الإنسان له دور دور يتمثل في الإيمان يتمثل في الكنيسة معمودية والتوبة والأسرار دور يتمثل في الأعمال في المحبة في الوصية في الصبر دور يتمثل في الخدمة أنه يدعي ناس تاني للسماء كل دي أدوار ضرورية لدخول السماء وأهم القضية لو تلاحظوا هو التركيز على الموضوع يعني ما حدش هيدخل السماء صدفة اللي هيدخل السماء واحد ركز وعاوزها لكن هي مش هتيجي كده ما بيجيش على الماشي هي بتيجي لما الواحد يكون عاوز يوصلها عشان كده في قطع الحفظ كان فيه وصية غريبة شوية من نوعها بتقول إيه امسك بالحياة الأبادية امسك بالحياة الأبادية التي إليها دعيت يبقى اللي مش هيمسك فيها مش ياخد اللي فاكر الحكاية تيجي كده لا مش هتيجي كده هتيجي لازم مع واحد عاوز السماء بيطلبها مركز فيها لقينا في رسائر رجاء كتيرة زي بتاعة اللص اليمين وزي وكيل الظلم أنه ممكن الواحد يتلحق على الآخر ويصلح موقفه لو ركز في التوبة وفي عمل الرحمة ببساطة كده ولو ما فقدش رجاءه وفضل يطلب لازم ربنا هيسمع له ويدي له السماء في الآخر أختم بموضوع فئة لها مش بس في دخول السماء لها مكانة في السماء بقى هي فئة بيسميها الكتاب الغيورين أو اللي عندهم فضيلة الغيرة المقدسة كلمة الغيرة ليها معنين في اللغة اليونانية أو في الإنجليش بتبان الباشن اللي هو الحماس ساعة يتقل عليه الغيرة وفي الإنجليش في كلمة الجيلسي اللي هي بقى الغيرة المرة الواحد بيغير من واحد جلس دي وحشة طبعا فاحنا هنا ما نقصدش اللي عندهم غيرة وحشة زي ما قال قديس بولس جيدة هي الغيرة في الحسنة يعني لما تغير من قديس حلو يلا اشتغل ما تغير من واحد بيخدم كتير شاطر لما تغير واحد كانت ظروفه زيك بس اهتم بصلاته وإنجيله أكتر غير يلا حل عشان تعمل زيه إذن الغيرة لها معنى أغير من حد لكن هو المعنى الآخر اللي هنشتغل عليه دلوقتي هو السخونة في لغة السودانيين عشان كنت معاهم السخانة يعني يبقى واحد سخن ما بيبراتس كتير قوي من المسيحيين ده مؤخذة بردين البردين دول دخولهم السماء مش مضمون لكن السخن هيدخل السماء السخن يعني ايه يعني تلاقيه متحمس كل حاجة بيعملها حماس يقولوا حفظه يحفظ قدس نصحة بدري تازبحها شغال مسابقة في الإنجيل نشتغل خدمة يلا الصيام حلو هنسقوم فتلاقيه سخن وفي واحد يوص يوم داخل فتحس انه ايه كل حاجة بالنسبة له تقيلة على قلبه والداس طب خليه بكرة الخدمة ما لما لقيه وقت يبقى في فرق واضح الغيرة هنا بالمعنى النشاط والحماس والاستعداد الحلو ده دي على طول مؤشر جميل او لان ربنا بيعرف يميز بين واحد مكتهد ونشيط ومركز وسخن وبين واحد مايع واخد الأمور كده برخاوة او بتسقل تعالوا نشوف مثل عن أمثلة الغيرة من سفر العدد بمناسبة سفر العدد سفر العدد نسكر دايما الموقف كنت قاعد مع سيدنا أمبا بخوميوس ترجمته نومبرز الكتاب كله اسمه نومبرز اذا ربنا بيعتقد في النومبرز يعني ما عندوش أزمة خالص مع الأرقام ويوم الخمس خفزات خلاهم يعدوا الناس ويرصوهم قبل ما يعملوا المعجزة اذا بداية كده السفر ده جميل لأنه بيأكد فكرة الإحصائيات والأرقام والنظام أن ربنا يحب الشغل ده ما يحبش الشغل العشوائي لأنه كل نفس غالية خلي بالكم من غير أرقام في ناس كتير طقعة لكن لما تبقى فيه أرقام دقيقة ده على طول أول معنى أنه كل بني آدم غالي لأنه ما بنتكلمش في أرقام فلوس بس بنتكلم في أرقام نفوس بني آدمين فما فيش حاجة اسمها الرقم مش مهام أقام إسرائيل أسرائيل يقصد الشعب ساعته ده لسه في سينة خلي بالكم هما في مرحلة بعد ما عدوا البحر الأحمر ولسه ما وصلوش كانعان فلسطين وابتدأ الشعب يزنون هنا الزنا دخل بسبب مشورة مين بلعام لو تفذكره مع بنات مقاب هو بنات مقاب ده الرئيس مقاب ده اللي كانعاوه زيغل بإسرائيل ومش عارف مشان موسى عايش فلقى الحيلة الوحيدة اللي ألهاله بالعام مشورة المهببة دي قال له دخل بنات وحشين يقعوا في الزنا ربنا ما بيطقش الخطيئة دي هيسيب شعبه فعشان كده إيه ابتدأ الشعب يزنون فدعونا الشعب إلى زبائح بصوا بقى الزنا عمل إيه دعونا الشعب إلى زبائح آلهات هن دول مين دول البنات الوحشين متوع الوسانين فأكل الشعب وسجدوا لآلهات هن يبقى منظر تاني عبادة أوسان في شعب الله فطبعا ده منظر وحش جدا وربنا بيزعلقه وتعلق إسرائيل ببعل فغور بعل فغور ده اسم الإله بتاع مؤاب في الوقت ده بعل فغور فحمى غضب الرب على إسرائيل فقال الرب لموسى خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس يعني إيه دول اللي سمحوا بعبادة الأوسان والزنا دول مسؤولين يموتوا ويتعلقوا قدام الناس كده فيرتدوا حموة غضب الرب عن إسرائيل يبقى ربنا في الحاجات دي بيبقى حاسم وزعلان جدا وكانت المسؤولية على رؤوساء الشعب خلي بالكم لشان دي مسؤولية كل الأباء ومسؤولية نحن ككهن إذن حاسبه دايما أول رسالة عاوزة أقولها حاسب لأن الشر بيدخل ناعم ما بيدخلش بشكل صريح فج عارف نظامه وماله معلش ما حصلش حاجة التسهيلات اللي في الأول دي ساعة تنتهي بمقاسي ضخمة جدا كمان احذر من أي مشورة شيطانية في ناس بتشير على الناس بحلول بعيدة كل البعد عن خطة ربانه في واحد يشير عليك إنك تنتقم تجيب بلطجية يشير في مشورات شريرة فالواحد لازم يميز هو بياخد رأيه من مين كمان في قاعدة في الكتاب المقدس وفي التاريخ كل وانس في إباحية يعرف إن لازم هن هتنتهي بإلحاد الإباحية والوسانية توقم بيمشوا مع بعض وده العالم اللي احنا فيه دلوقتي العالم مستبيح والعالم يميل للإلحاد أغلب البشر كده اللي بيقول ما فيش ربنا أو ربنا يسوع ده مش حقيقي خلاص تاني خطوة بيعيش براحته في كل أنواع الخطأ مش ده الموضوع لسا أنا هدخل بازي مقدمة عشان نوصل لفكرة الغيور دي ايه وبعدين تعلق إسرائيل ببعل فغور فحمى غضب الرب فقال الرب لموسى خدهم وعلقهم فيرتدوا حمور غضو فقال موسى لقضاة إسرائيل اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور هو موسى هنا مفتري لأ الشريعة بتقول كده الشريعة دي نزلت قبل كده من بادر إن كل اللي يعبد وسن أو يبقى له علاقة بأمرأة وسنية يقتل فموسى ما عملش غير إنه أمر بتنفيذ الشريعة حتى لو شكلها النهاردة بالنسبة لنا عهد جديد شكلها غريب علينا ده زي قوانين دولة ما الشعب ده كان أقرب لدولة فده قانون عندهم إنه اللي يعبد وسن يسجد لوسن لازم يقتل أم موسى الطيب الغلبان العجوز ده فوق ميت سنة قال كلام ربنا يتنفس فتلاحظوا هنا في مسئولية على رؤساء الشعب لأن هما سمحوا بدخول الخطية وفي مسئولية الخاطئ كمان ربنا يحمينا لما شاب بيبعد خالص المسئولية عليه ومش بعيد تكون جزئيا على والديه ومش بعيد جزئيا تبقى على الكنيسة المسئولة لأن المسئول يؤخذ لكن المخطئ كمان يؤخذ وعشان كده احنا بنصرخ لأن احنا مسئولين عن ولادنا اللي بيبعده مسئولية تقع علينا لو عملنا دورنا كويس ما كانوش وصلوا لكده لكن كمان هما مش معفيين من المسئولين وهنا تلاحظوا أن موسى ما طلبش حل سلمي لأنه هو عارف أن ربنا في الحاجات دي حقاني قوي وما عارفش يوقف الوباء لأن في الوقت ده في وباء دخل فالناس بقتطع بالألاف بالذات من الجماعة الوسانين دول حصل بقى موقف فرق مع ربنا إذا رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى أخوته المديانية أمام عينا يموسى شوفوا بقى دلوقتي فيه وباء وفيه عملية تنفيذ للشريعة ويعني ايه فيه ناس في منتهى الشر وفيه ناس بتاخد موقف خلاص جاي راجل في منتهى الاستهتار واحد يهودي جاي بواحدة مديانية مديانية يعني وسانية وداخل بها الخيمة عشان يقع في الزنا معاها عيني عينك كده في عز الشمس وفي الوقت اللي ايه موسى بيقول اقتله اي حد بيعبد أوسان أواخد أوسان وأعين كل جماعة بني إسرائيل مع الشر لما بيقوى شوية يبقى في عين الناس كده وهم بيكون الناس بتبكي لأن فيه ناس بتموت في الوقت ده من الوباء ومن الناس اللي اتعلقت دي فلما رأى ذلك فنحاس ابن ألي عزار ابن هارون خلي بالكو ده حفيد هارون هارون أكبر من موسى ثلاث سنين فحفيده طبعا حفيده ده كاهن شاب صغير لأنه ده العيلة كهنة في بعض ألي عزار ده كاهن التالي اللي بعد هارون على طول فنحاس ده حفيده شاب صغير شايف المنظر خلي بالكو ده الرجل الشاب ده هيطلع ابن رئيس من رؤساء إسرائيل والمديانية دي بنت رئيس في مدياني يعني عيلة كبيرة قوي فالكتاب هيذكر كده عشان يقول مين يقرب يعمل فقام من وسط الجماعة وأخذ رمحن بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة يعني الخيمة بتاعته وطعن كليهما ربنا الكت أم راح نفذ القرار بمنتهج جدية الرجل الإسرائيلي والمرأة فامتنع الوباء عن بني إسرائيل طبعا القصة دي في ناس بتاخدها كأن ربنا يعني ايه بيحب القتل لا خلص ربنا مش بيحب القتل ربنا بيكره الشرج هي الناس ليه مش بتركز على الشرج اللي يودي جهنم وتركز بس على الدينونة وهو ربنا قال إن أجرة الخطية موت وربنا وضح موقفه كتير والشريعة حاسمة واضحة هو ليه الناس تيجي تتكلم بقى عن يا ده ربنا ده قاسي قوي قاسي إزاي إذا كانت نازل بتغلط بقسوة وبفترة وبعند وفي عين الشمس لا يبقى ربنا من حقه يقتص طبعا بالناس هنا في ناس بتبقى بتستطيع برجال الله وبتستطيع بربنا فبتتحدى وتعمل الشرج بإيه يعني بفترة كده تحدي صريح على فكرة فنحاس بقى اللي عجب ربنا فيه إنه عمل مبادرة جريئة ودخل ينفذ الشريعة من غير تفاهم المبادرة دي عجبت ربنا فبهان على طول إن الوبق وقف يعني هو وقف غضب الله بسبب موقف حاسم مع الغلط دي بقى تعالوا شوف ربنا سمها إيه قبل ما شوف بقية النص بيقول إيه هو ليه محدش قال إنه فنحاس ده مندفع مشكلة الجلدة جماعة لو لقوا واحد حقاني زيادة ياخد ألقاب تانية ده متزمت ده حرفي ده مندفع ده مش عارف إيه هو الحقيقة حقاني ما عملش غير اللي ربنا قال عليه أكيد يوم المسيح مسك الكرباج وطرد البهايم اللي في الهيكل كل الناس قالت له مالوا عامل كده إحنا بقى لنا سنين بنبيع ونشتري في الهيكل حصل إيه يعني ويقلب مواقد الصيارفة مش دي فلوس دي مش خسارة أكيد في ناس اعترضت على المسيح مع الشدة في ناس كتيرة تلاقيها تتكلم بنغمات ضد ربنا لا هو فنحاس ما تقالش عليه مندفع هيتقال عليه قديس وهيتقال عليه غيور إمتى تبقى اندفاع أو تهور لو كان فيه غرض شخص لو كان الشخص ده بيتحرك بدماغه ومش بقلبه ما تحسبتش الغيرة اندفاع لأنه اللي عمله في نحاس كان صعبان عليه ربنا كان متأثر بغضب الله يعني هو شخص روحاني فجوه مشاعر مقدسة قد إيه ربنا زعلان على الغلط فتلاقيه صوته يعلى مش لأنه هو عاوز يقول أنا هنا هو ده شاب صغير وقصت ناس كتيرة أكبر منه لكن هنا الحماسة زي بتاعت أساناسيوس الرسولي لما بدأ يوقف الأريوس كان شاب صغير قوي بس الحماسة بتاعته كانت مظبوطة لأنها جاية بمشاعر مقدسة كمان ده يؤكد أن هارون على فكرة هارون فقد أول اتنين من عياله بعد كده اهتم جدا بالشريعة وبالأمانة فطلح حفيده عشر على عشر لأن أول اتنين من ولاد هارون شربوا خمرة ودخلوا الهيكل فوقعوا ميتين عشان استهانوا بالعبادة بعدها هارون لأنه بقى فعلا ماشي باستقامة شديدة بصوا بقى اللي حصل يقول كان الذين ماتوا بالوبع 24 ألف فكلم الرب موسى قائلا فنحاس ابن ألي عذار ابن هارون الكاهن قد رد صختي عن بني إسرائيل يعني أنا كنت زعلان جدا بكونه غار غيرتي هي دي الحتة اللي أنا عزوه صلى الله في حاجة اسمها كده إن واحد يحس بقلب ربنا ويغير غيرته ده عند ربنا مش بس هيدخل السماء ده عند ربنا حاجة كبيرة قوي إن قلبه بيأكله بنفس مشاعر ربنا نهار ده ربنا قلبه واجعه جدا على الملحدين وإحنا السبب مش هم قلبه واجعه على البنات والعيال اللي بتضيع والأسر والأباء والأمهات هم السبب مين يغير غيرت ربنا مين قلبه يأكله على الناس دي مين قلبه يأكله على الفقر اللي بيموتهم الجوع والناس الأغنية عما لا تتحك الغيرة دي تعجب ربنا قوي فالغيرة هنا معناها مين قلبه حرقه زي ربنا اللي يحس بقلب ربنا ويتحرق قلبه كده جامد ده عند ربنا حاجة غالية جدا ده بيريح قلب ربنا ده بيطيب خاطر ربنا لأنه حقاني وبيكره الشر زي ربنا سأل كلمة جميلة ما تقلتش على حد قال ده غارة غيرتي يعني ما حاد يش يقول عليه مندفع ولا يقول عليه متهور ولا يقول عليه مرجعش للكبار لا لا ده عمل اللي أنا عاوز أعمله ده بالزبط عمل اللي كنت مطرحه كنت أعمل كده حتى لم أفني بني إسرائيل بغيرتي يعني كان ربنا بيقول إن كان كان ممكن الشعب ده كله يبهد لكن لأنه تصرف بالغيرة دي ربنا وقف غضبه عن بقية الناس إذن الغيرة اللي بنتكلم عنها هي ما هياش شخصية مندفعة خالص فينحاس ده بعد كده هيبقى شخص عظيم جدا وقت يشوع هيبقى هو ويشوع اللي بيقسمه الأراضي بعد موسى بقى بسنين طويلة هيفضل فينحاس ده شخصية مؤثرة جدا وربنا هيوعده وعود جميلة عشان هو عمل الموقف ده بس هنا الغيرة المقدسة اللي أنا بتكلم فيها دي دي امتلاء بالروح القدس دي مش عفوانة ولا تقول لي شخصيات تعارفين أم بانطنيوس ده كان مشهور بتاع الجبل ووديع ودعت الدنيا وفي حاله وشغلته رهبان المرة الوحيدة اللي نزل إسكندرية لما لقى الأريوسية هتنتشر كان ساعتها أساناسيوس تلميزه وبقى بطرك وكل الدنيا ضد أساناسيوس أم ساب الجبل في البحر الأحمر وساب رهبانه ونزل وهو تسعين سنة إسكندرية عشان يسند إن كل الناس كانت تسمع عن أم بانطنيوس ما شفوش بعنيهم أم نزل عشان يقول لهم أبوكم أساناسيوس صح وقف جنب تلميزه أساناسيوس الرسولي لأن أساناسيوس كان تلميزه في الدير زمان ففي المعركة الروحية دي أم بانطنيوس صغارة على الكنيسة كلها طب إنت ملكش في اللهوت والعقيدة والكلام ده إنت راجل ناسك وزاهد وأبو الرهبان آه بس في الحق لا أحكي لكو حكاية عن أم باشنودة رئيس المتوحدين بحب الحكاية دي سمعتها من أبونا عبد المسيح النخيلي من أربعين سنة وإحنا أطفال في كنساتنا البابا كيرولوس الأول فضل يحايل في نسطور نسطور إيه وراكب دماغه وبيعلم غلط فاتعقد مجمع أفاسوس فطلعوا مجموعة أساقفة من مصر عشان هيقابلوا أساقفة العالم في أفاسوس عشان نشوف مشكلة البطرك اللي اسمه نسطور ده بطرك ده مش كاهن يعني أريوس كان كاهن ده بقى مشكلة أكبر ده بطرك بيعلم غلط مهم البابا كيرولوس بروحانية قرر ياخد معه شنودة رئيس هو بقول شنودة ليه لأنه ساعتها ولا حتى كاهن يعني الأنبا شنودة كان معاتها لتلاف راهب وهو راهب زيهم في الصعيد فاستدعوا قاله تيجي معايا أفاسوس أنبا شنودة ده احنا بنسميه رئيس المتوحدين لأنه قعد له كذا سنة ما حاتش يعرفه وفين قعد فقال ليه في الصحراء ما حاتش يعرف سكته فعمل معاملة المتوحدين وبعدين رجع تاني قبر للرهبان لما راحوا أفاسوس دي بقى قصة نادرة أراها ابونا عبد المسيح في المخطوطات لما دخلوا لسه بيحضروا للقاء المجمع فداخل البابا كيرولوس ومعا الراهب بقى الصعيدي ده أنبا شنودة فلاقوا نسطور قاعد على كرسي بقى شبق بطرك وشايف روحه والإنجيل جنب رجليه كذا محطوط على الأرض جنبه مين بقى اللي دمه غلي الرجل الصعيدي بتاعا فيقال أنبا شنودة مشيله دايريكت وداله بالألم لا بطرك ولا غيره بقى هو وصله كان شديد مع الرهبان كان معروف اللي يروح سهاج يسمع عن قصص أنبا شنودة يموتوا فيه حبوا جدا إنما شديد قاوي هو والأنبا بخوميوس كانوا عساكر فكانوا الرهبان يعني يخافوا منهم جدا بس يحبوهم جدا لأنه عارفين إنه دول قدسي طبعا نسطور هاج وماج وقال يطلع مين ده قالوا له دا الراهب شنودة اللي جاي مع البابا كيرولوس كيرولوس الأول ده كان بطرك 24 فقرر في أول جلسة إنه هينزل بمنشور أي واحد ملوش ردبة كهنوتية يطلع بر المجمع فطبعا مين بقى اللي واعي البابا كيرولوس خاد أبونا شنودة على جاب ما قالوش انت غلطان ولا حاج حط إيده على رأسه وقال شنودة كاهن على سهاج طبعا في أول جلسة حب يطلعوا قالوا الشنودة ده أبونا شنودة وطبعا إيه ساعتها انتهى المجمع قالوا نسطور محروم فاحتاروا ينفوه فين فوقف أبونا شنودة قال لهم ابعتوا عندي يبقى ينطق ففعلا اتنفى في سهاج عشان في المكان الوحيد اللي ما يقدرش يعلم كلمة غلط لأن أبونا شنودة أبونا شنودة رئيس المتوحدين كان معروف يفتح الدير يوم الحد كل شعب المنطقة يجوا يأكلوا ويتعلموا عليه فكان تعليمه لغادي الوقت بنقرأ له وعظات في سبوع الألام لو تاخدوا بالكم تعليمه مستقيم جدا فضامن شعبه إن شعبه ده ما حدش يقدر يلعب في دماغه وعبه ده فبالجرامن البطرق ده كان معروف أنه يعني خطيب كده ويعرف يوعظ كويس مالوش سوء عندنا في الصيد خال فماتنا السطور ومحدش حس به بعدها بسنين ومالوش أي تأثير ليه عشان أبو شنودة كان غير غيرة مقدسة هنا كمان تلاحظوا أنا عارف أن بعضوكم يقول بس ده أذى أو موقف حسن خلي بالكم اللي عنده غيرة مقدسة ساعات ياخد قرار يوجع بس في وجع أخف من وجع يعني ديكم مسألة يا جماعة لو ابنك في مرحلة المراهقة وفضلت تدلع فيه بكرة هيبقى مدمن أو ملحد أنا عندي تشد عليه ويتوجع قلبك وقلبه شوية ولا تبص تلاقيه بيهلك بعدها بسنين لأن في وجع أخف من وجع فهمتوا الغيرة معناها إيه؟ الغيرة ساعد تكلفك قرار أنت قلبك وجعك عليه لأنك طيب زي ربنا أو بتحب الناس بس أحيانا الضرورة تحت منك تبقى جديد حتى لو قالوا عليه قاسي بس ده مصلحة للي بعد كده لأنه بالقرار ده هو فيه اتنين تقتلوا بس فيه ألافات عاشوا لأن ردة سخطة الله سيمتوا الموقف فأحيانا يكون الردع أو الشدة ضرورية بس لازم تبقى بالروح ما تبقىش قصة نفسية عقلانية لا لا ده لازم واحد يكون رجل صلاة مثلا لما يطلع منه الموقف يطلع ربنا عاوز كده مش هو اللي عاوز كده مين بقى هيدخل السماء في الحكاية دي؟ ربنا بيقول لموسى إيه لذلك قل بيقول لموسى كده ربنا ربنا بيحكي مع موسى كتير ها أنا ذا أعطيه على فنحاس ميساقي ميساقي السلام فيكون له ولنسله من بعده ميساق كهنوت أبدي كلمة أبدي دايما في العادة الأديم تعرفه أنه دخل السماء الشخص ده تسجل اسمه في السماء مش هيهلك عشان الموقف ده لأجل أنه غار لله وكفر عن بني اسرائيل يبقى تصوره أن في مواقف في حياتنا تعجب ربنا ما الواحد يبقى حقاني وما يعجبوش الحال المايل وما فيش أي غرض شخصي وبروح الصلاة يوقف يشهد للحق دي حاجة هتسجلها السماء ومش هتروح عليك تقول العمر لأنك في الموقف ده أنت كنت صح فتكروا حكاية سوسانة تتقري ليل تبغى المسيس سوسانة دي ست طاقية ومرأة جميلة شابة وجوزها راجل غني جدا واثنين شيوخ يهود معتبرين عينهم فيها وحاولوا يمسكوها في الجنينة بتاعتها عشان يقزوها وقالوا لها لو نطأتي احنا اتنين نشهد عليك أنك كنت مع شاب هنرجمك فصلت وقالت له رب مقدرش أزع عليك صرخت وقالت لياكم ما يكون عشان محدش يلمسه فالتنين اكتمعوا وقالوا احنا شفناها مع ولد وإيه جري أول ما مسكناه جينا نمسكه وتبلوا عليها وواخدنها تترجم سوسنا كان ساعتها دانيال فعز شابها بوليس فأول حكاية دانيال فوما واخدنها تترجم لقوا شاب يهودي بيوقف بيقول أنا بريء من دم الست دي ضد الطيار كله معناها بيكدب الاثنين شيوخ اليهود فبالب للدنيا كلها فقلوله بتقول ايه قال لهم وقفوني قدامهم وسبوني يا عشوخ اقول لكم الحقيقة القصة طبعا الناس اتهزت فقللهم فرقوهم عن بعض يعني هنا وده هنا وهسأل سؤال واحد تعال يا عم انت وطبعا قال له كلام في وشه قال له يا رجل الشيطان يا ابن الشر كله دانيال كان ما بيرحم شو برضو معنا ده شاب والتاني شيخ قول لي بقى شفتها تحت انهي شجرة في الجنين دي كلها فطبعا شاور على اي شجرة راح للتاني على جنب شفتها يا اخويا تحت انهي شجرة قال له على حتة تاني خالص فكل الناس عرفت ان هما كذبين وهم بقى اللي خدوا العقاب هنا دانيال لو سكت كانت البناية دي راحت مظلومة لكن هما سكت طب انت هتوقع معناس كبار وكبار ولا صغيرين وانا يعني بقى ليه غرض المطالبة او الغيرة في العقيدة في الايمان في الصح ما بتزعلش يا ربان بتزعل الناس سعادة لكن تاني مش كل واحد يدعي الغير على فكرة في ناس بتبقى بتتحرك بدوافع نفسية لا احنا بنتكلم عن قديس بيحركوا قلب بيحب ربنا وخايف على شعب ربنا اللي بتحرك بالقلب دا يبخته عند ربنا هيتقلوا كلمة ملهاش مثيل غارة غيرتي يعني بالبلد كده حاسس بي حاسس بقلب يا بخته الشخص اللي يوصل لكده فوعدوا وعد جميل قال ميثاق السلام يعني هيعيش في سلام وكهنوت ابدي يعني هيتسجل اسمه في السماء وكده يبقى نتاج سلام يعلق بقى موسى النبي ويقول كان اسم الرجل الاسرائيلي المقتول الذي قتل مع المديانية زمري بن سالو رئيس بيت اب من الشمعونين يعني خلي بقى لكم اصلا ايه المشكلة بتبقى أصعب لما يكون شخصية مهمة الجدع دا شخصية مهمة مش مهمة مهمة ولا مش مهمة عند ربنا ما تفرقش واسم المرأة المديانية كزبي بنت سور هو رئيس قبائل بيت اب في مديان يعني قصة معقدة يعني الايه كانوا الاثنين من بيوت كبيرة وكلم الرب موسى قائلا ضايقوا المديانين واضربوهم ضايقوكم بمكايدهم هو امر يعني ضايقوهم عشان المكايد اللي عملوها دي بدليل امرس البنت اللي دخلت دي التي قتلت يوم الوباء بسبب بعل فضور هنا كأن الرسالة اللي هيتحرك بغيرة مقدسة ما يخافش من الناس مشكلتنا احنا كتير قوي بنعمل حساب الناس بزيادة بنقول هم الناس بنخاف من تهمة المدروش والمزيت والحرفي والارثوديكسي بقيت تهمة دلوقتي يعني اللي يقول عليك وارثوديكسي كأنها تهمة يا سيدي تهمة ايه ممكن تدخلك السهمة تهمة دي ما تخافش خلينا زي اجدادنا وابقنا الحقانيين اللي يدفع عن العقيدة والايمان وما يخافوش من الموضة الجديدة اللي عاوزة كل حاجة سايحة كده من غير صح وغلط وما تبصش على الاسماء مين قصادك ما يفرقش الاسماء دي كلها دشت يعني الاسم الوحيد اللي في القصة هيقعد في انحاس لان ده اللي عجب ربنا وتكلم بحق ربنا بس اختم بنقطة مهمة وانت عندك غيرة تجنب العصر براكتكا ليه بقى عمليا واحنا بنقولكو خليكو غيرين في الحق خليكو غيرين على الناس اللي بتضيع لكن تجنب العصر مفيش قلب سخن زي بتاع بولس الرسول مساء في القرن الاول انما بولس يقول لسنا نجعل عصر في شيء لقال لا تلام الخدمة يعني سخن وحقاني قوي وعاوز العالم كله يرجع للمسيح بس ده مش طايح في الناز يعني ولا مندفع فيتعب عشان كده مع الغيرة ارجوك خليك دايما بتطلب الحكمة قول يا رب الدين الحكمة لو لقيت في قضية شغلاك وحاسس انها ربنا عاوزك تتبناها ما تستعجلش صلي كويس واطلب الحكمة عشان ما تبقاش دماغك هي اللي بتحركك يبقى ربنا اللي بيحركك وعشان ما تقولش كلمة زيادة تعور حد واطلب الحكمة والارشاد تاني حاجة طول الوقت راجع ضميرك ليكون لك غرض شخصي مما تسميه غيرة يعني مثلا قال ايه مرة شفت شماس قولك انا غيور جدا عالطقس مطفش نص الشمامسة هم ضيع كل الاطفال بحجة انه غيور جدا عالطقس والالحان اخي دا انت معقد هرم عليك هو عشان هزف لحن تطفش كل الشمامسة فين التواضع فين المحبة ثم توعد مع اخواتك وترجعوا اللحن وتتفقوا لكن دا غلط دا غلط دا غلط لا مش هيدي الغيرة خلي بالكوا ما نقصدش كتا وما قاله لما واحد يكون بيحب الطقس والالحان بالتضع شديد يتفق مع زميل ونراجع الطقس ونراجع الالحان لكن حاسب راجع ضميرك وانت عاوز تتماريس لكن لو ضميرك نقي مش فارق معاك خالص يحطوك الاول ولا يدوك ميكروفون عاوز تقص الكنيسة الحلوة وما قاله بس من غير ماريس احذر الحكم البشري ساعات مما يدعوا الغيرة يستخدموا طرق ملتوية للتخلص من الناس اللي شايفينهم غلط لا لا ما عندناش طرق ملتوية دي حاجة الدنيا دي انما احنا في النور اسنسوس لما وقفوا قدام قريس عيني عينك وقال له انت بتقول كلام غلط الكنيسة قالت غير كده وانجيل يحنى قال غير كده ورصهم له لكن مع ماء في الوقت اللي بعدها الاريوسيين كانوا بيطى امروا للتخلص من اسنسوس مؤامرات داسيسة مؤامرات خبيسة انما اسنسوس البترك المصري ما استخدمش ولا وسيلة يعني وحش اسنسوس احكيلكوا حكاية تانية عنه عشان بحب حكايات الناس دول اسنسوس في جلسة من جلسات اسنسوس ده تنافى خمس سنية خمس مرات بسبب الاريوسية يعني كان الامبراطور مع ااريوس فاصبح اسنسوس وقع مع الامبراطور فبقت شغلة صعبة جدا ففي مرة بيحكموه دخلوا ست وحشة قالت انه اعتدى عليه طبعا بقى كلام صعبة قوي على بطرك مصر كلها المشهود له في العالم كله بالقداس هم كانوا قاعدين صف كده اسقفة ورهبان مصريين كان ببعض وكلهم ايه تقار في الاسقفة يقلعوا العمام ويبقوا كده الغلاص وكده زي زي الرهبان مين قاعد جنب البابا السنسوس تلميذه اللي بيموت فيه اسمه تيموساوس قام ربنا ارشده الحاجة جميلة جد ابونا تيموساوس الراهب ده وقف الله حرام عليك يا ستي عمرك شفتيني بقى انا جيت جنبك برضو ليه تقولي علي كده عمل نفسه مين فعمت الست وقعت في المطاب قالت له طبعا انت بعينك وبتابها محفظينها كل الناس دي حكت وعرفت انها مؤمرة لان ابونا تيموساوس عمل نفسه اسمه اسمه واثبت انها تهمه بطالة وطلع منها القديس اسمه مش ممكن بقى اناس يستلقوه يتهم انه هو بيحوش امح مصر عشان يلبس تهمه سياسيه بيمنع الامح عن تصديره الروما ساعته والقسطنطينيه عشان يلبس تهمه سياسيه وعمره بقى ما هو لعب الورق ده فاللي بيعمل اللي عنده غيرة مقدسة لا يتأول على حد ولا يجذب ولا يستخدم ادوات الدنيا كمان خلي عندكم ابدأ الغيرة على العقيدة اهم من الغيرة على الطقس يعني ايه الطقس مهمة اوي بس الطقس هو الاسلوب اللي بنعبر بيه عن عقيدتنا فلما نصلي مع ناس طقسها مختلف شوية ده مش معنى انه هم غلط لكن العقيدة ايه الفكرة ايه ده الاهم لانه احيان ناس بتخلط ده ابدأ العقيدة يعني الايمانيات ايمانيات دي ما فيهاش حد يلعب فيه لكن لو قلتلي ده لحنه طويل وده لحنه قصية يا عم ماشي دول بيصلوا انجليزي ودولوا ابطي ماشي ده بيقولها بطريقته في بلده وغير بلدنا ماشي ده بيرسم الايقونة دي كده واحنا بنرسمها كده ماشي ده كنسته شكلها كده واحنا كنستنا كده كل ده يعدي ده بيصوم قد كده واحنا بنصوم قد كده برضو يعدي ده عيده هنا وده عيده هنا يعدي اللي ما يعديش ايه العقيدة فهمتوا الفرق؟ عشان كده يقول ايمان واحد ما قالش طقس واحد الطقس هو الطريقة اللي بنعبر بها عن صلواتنا فيه كنايس وقدسين كانوا بيصلوا اجبية مختلفة او ترتيب صلوات مختلفة بس قدسين برضو فيه بلاد عندهم تسبحة شبهنا بس كلمتها مختلفة قدسين برضو فاحنا مش بنحكم على الناس ان احنا بس اللي صح لكن في الايمان لا لازم نبقى واضحين ده صح وده غلط فيه فرق كبير لما نيجي في قضية ايمانية اما القضايا التقسيم احنا كشعب ارثوذوكسي ابصي عندين الناس مش حافظة مزمور واحد هيزبقونا للسماء لانه قلبهم نظيف وبينادوا على ربنا طوله اليوم بطريقته هتقدر تقول له لا اللي محفظ على الشيء مزمور مش دخل السماء لا الموضوع مش واقف عند الحرفيات خالص في واحد يصوم لخمسة وفي واحد يصوم لاثناشر والاتنين بيجاهدوا يدخلوا السماء اذا حتى احنا ككنيسة واحدة تقسينا مش حرفي ومش فرضي وفيه مجال كبير للاختلاف لكن كلنا نقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد كلنا الإيمان بتاعنا مستقيم فالغيرة تبقى في الإيمانيات أكتر فالتقس لازم يبقى معها مرونة ومعها تواضع كمان مع الغيرة خليك متواضع فانحاس ده شخص متواضع جدا لما تقروا بقى حكاياته في سفر يشوع مش معنى انه شخص قوي وسخن وصاحب قرار انه متكبر لأن المسيح له المجد قال على نفسه غيرت بيتك أكلتني يعني قلبي وكلني على بيتي لكن هل المسيح متكبر متواضع جدا بس بيبكي على قرشليم العنيدة ففي الحق أسد لكن في الصفات هو متواضع جدا خلونا نقول ياريتنا نوصل لدي لأن الغيرة ترفعك قوي عند ربنا يا بخت الخادم اللي يتقال عليه غارة غيرتي تروح منطقة غلبانة يصعب عليك الناس تبقى مش هاوستمشي وعمستعمل اي حاج ما ينفعش العيال تبقى كده ما ينفعش البنات يتعامل فيهم كده ما ينفعش الغلابة يعيشوا كده شوف لك حال الغيرة دي حلوة لأنه هي ده اللي جوه قلب ربنا سخونة دي بتعجب ربنا ربنا يدينا منها كتير لإلهنا كل ما يجده كرامة لأبدا